السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشكل من عشرات اللي هو الناس بتتقلم كتير قوي من موضوع جرسومة المعدة هنتكلم عن جرسومة المعدة بسرعة وإيه هي الطرق الفعالة بشكل طبيعي إحنا هنا في البرنامج ما بنقولش أدوية إحنا بنتعامل من الطبيعة مع جرسومة المعدة أول حاجة جرسومة المعدة دي حاجة يعني بيسموها المايكروب الحلزوني طيب دي عبارة عن إيه مايكروب بييجي في المعدة بيقعد فين في جدار المعدة ليه two layers ليه غشاءين الغشاء الأول لما بنيجي نحارب يعني بالمضادات الحيوية والناس اللي بتتعالج طبعا من جرسومة المعدة عارفة الكلام اللي احنا بنقوله ده بياخدوا مضادات حيوية بياخدوا حاجات كتيرة جدا جدا ويمشوا على كورسز مع داكاترة وهي بيقتلوا بس أو الحاجة دي بتدخل على الطبقة الأولى من جرسومة المعدة أو الغشاء الأول لأنه غشاءين غشاء التاني ما بيوصل لهاش أي حاجة فبالتالي العلاج ما بيكونش متاح أو مفيد طيب ايه هي الحاجات اللي بتعملها جرسومة المعدة المعدة بيت الداء ما ننساش هذه الكلمة أو هذه العبارة يعني ايه الكلام دا يعني فيه أمراض بيتيجي من جرسومة المعدة على الجسم كله ايوة فيه فيه عندنا التهابات القولونة المزمنة فيه عندنا التهابات المفاصل ايه الكلام اللي بقوله ايوة كل دا بتعمله فيه عندنا مشاكل بتحصل في الغضة الدرقية طيب فيه مشاكل تاني فيه الكبد الدهني ايه دا ايوة الكبد الدهني كبد الدهني ايه بقى مع كمان فيروس بي أو سيا سلام بقى الاتنين بيعملوا سرطان الكبد المحقق والمؤكد اذا مش جرسومة وخلاص بتيجي في المعدة بتيجي بقى وخلاص وبناخد لها علاج ما بتتعالجش بقى خلاص الناس كلها عندها احنا مش هن احنا مزي الناس يا جماعة المتابعين بتوعي بتوعي البرنامج والناس اللي بيسمعوني احنا مش زي الناس احنا ناس مختلفة عن الناس احنا مش هنبقى زي الناس في حاجة وهنتعالج بشكل طبيعي جدا بحاجات موجودة عندنا في البيت كلها خلاص طيب ايه تاني بتعمل مشاكل تهابات قلنا طبعا الانيميا يا سلام زي ايه الكلام ده ليه بقى الانيميا في حاجات كتير بتاخدها زي الزنك والحديد والحاجات اللي انت بتاخدها والماغنيسيوم الحاجات اللي انت بتاكلها المعدة ما بتهدمش الكلام ده فهيحصل الانيميا لان هذه الجرسومة تحول دون امتصاص الفايتانيز البيتامينات المهمة ليك في معدتك خلاص كده ده اول حاجة طيب نتعامل ازاي على السريع بقى المريع على السريع اول حاجة نعملها عندنا ناخد فكرة من الشعب اللبناني عن جاد يعني على رأيهم لازم ناخد زعتر وزيت زتون اول طريقة عشان كده عندهم الجرسومة المعدة قليلة جدا طب معلش سريعا قبل ما نقول بالطرق عايزين يا رب تتنقل ازاي من الفم من الفم يعني الفم او البراز يعني حضرتك لو بتاخد اكل سريع من محلات او تقول لي انا انا ما بكونش اكل سريع اقول لك ازاي تقول لي انا بشتري الفول واكله في البيت يا فاند المهضاء اكل سريع باعداد سريع وانت خدته كلته في البيت مش معنى انك كلته في البيت سواء بقى اي وجبات اي حاجة احنا بندي اجزامبل حتى لو بسيط اي او يعني مثال بسيط يوضح انت بتاكلها في البيت بتاخد الحاجة سريعة يعني التحضير وبتروح بتاكلها في البيت لسه لازلت بتاخد الشكل او الاكل السريع مهما حصل يعني المكان مش المشكلة المشكلة في الكيفية انت خدت الحاجة وخلاص بتاكلها في البيت طيب ندخل على طول عالطرق قولنا اول حاجة الزعتر وزيت الزتون من الحاجات الجميلة جدا اللي بتنزل تخسل التهبات وبتسهل عملية لو فيه اي مشكلة عندك بالنسبة فيه جرسيم فيه مشاكل في المهدى من الحاجات الاصيلة الجميلة في العلاج تاني حاجة الكركم الكركم ده يعتبر مضاد دحاية ويا جماعة ايه الكركم طبعا احنا عارفين الكركم اللي بنجيبه من العطر وبنحط على لو بتحول مثلا بتحطه على الرز البسماتي او كده يتحول اللون الرز العادي اللون تاني مسفر هو ده الكركم حطه على جميع نوع الاكل وتفسلى بقى تفسلى كده رايح جاي على الاكل على الجبنة على الطبيق يعني ايه انت بتتسلى عشان تضيع هذه الجرسومة لان لازم تتعالج لو استنت في معدة حضرتك او حضرتك انت بتجني على حياتك على المدى الطويل طيب ايه الطرق التانية عندنا حاجة اسمها براعم البروكلي بروكلي البروكلي العادي هدخلوا كده على النت هتلاقوا طريقة اعداد براعم البروكلي البراعم كده وانت بتتسلى عاملة بالضبط ايه انت لو جبت البراعم وزرعتها اسبوع او كده هتلاقيها بتزرع كده وجميلة تسلى رايح جاي بتاكل فين؟ في البروكلي رايح جاي براعم البروكلي وليس البروكلي الطرق التانية من الطريقة الجميلة جدا الفعالة في ازالة التهبات المعدة الكرومب الكرومب لما تعمله عصير جيب الكرومب وتسلقه وتضرب كل ده في الخلاط يطلع عندك عصير ده يتشارب كل يوم كباية او اثنين الصبح خلاص كده ده حاجات من الحاجات الجميلة جدا العرق سوس طيب العرق سوس لكل الناس طب ايه بالضبط؟ العرق سوس المادة الخام اللي احنا بنجيبها عشان نعمل العرق سوس جميلة جدا ومفيدة ولكن اللي عنده سكر يبعد عن العرق سوس اللي عنده ضغط عنده امراض كلا عنده مشكلة في اللي هو الماغنيسيوم والكالسور الحاجات اللي هي الاملاح اللي موجودة في الجسم يبعد ويجري عن العرق سوس تماما مالوش ضعوة به خلاص كده احنا بندي ايه طرق كده بسيطة وابعتولي برضو بعد ما تستخدموا الطرق دي تقولولي حصل ايه معاكم فيه عندنا كمان من الحاجات الجميلة جدا المستكة يا جماعة فيه فرق بين المستكة فيه فرق بين اللي هو اللي بيسموه اللي بن ماعرفش اللي بن اللي هو بيبقى مر ده وفيه فرق كمان بين اللي هو السمغ العربية فيه ثلاث انواع او فيه حاجات كلها حاجات فيها كده سمغ او اللي مسمى واحد او اللون واحد اللون واحد المستيكة أو اللي بين المستيكة أو الحاجة اللي احنا بنجيبها دي دي أغلى حاجة موجودة في السوق بتستخرج من أبرس من شجرة في أبرس اليونان عشان كده سعرها غالي جدا المستيكة بتاعة الأكل بتحط على الشربة بتحط على المحاشي وتحط على الكلام ده كله دي المستيكة دي من الحاجات المفيدة جدا كلها مضادات حيوية بتنزل تقتل وتصل للغشائين الغشائين بتوع المكروب الحلزوني لأنه هو بيبقى ليه طبقتين أول ما بيبسط كده ويدخل على المخاطة على طول أو الطبقة المخاطية بتاعة المعدة بيثبت ويتمام فبيعمل الغشائين دول خلاص كده فده بيدخل عشان يعني الحاجات دي بتدخل تموت على طول عندنا التوم طيب فيه ناس لما بتاكل التوم بتتعب وإيه أني الدنيا صعبة وبتاعدة أحلى أكل للتوم أو أحلى طريقة بتحطها في الشربة مع الفراخ مع اللحمة مع أي حاجة فصتين توم كده إيه ألف صحة من الحاجات الجميلة جدا جدا والمفيدة ومضادة حيوي جميل جدا بتاخده بفايدته في شربة رقع الجمال طيب بيتامين سي بيتامين سي هنا لازم تاخد بيتامين سي من الحاجات الجميلة جدا جدا لأنها بتزود من مناعة يعني إحنا بنتكلم وبنحارب الجرسومة بتاعت المعدة كأننا أقمنا الحرب على الجرسومة جرينا جارية عن موتها تماما أوكي لازم نزود جهازنا المناعة عشان يقدر يحارب معنا والحاجات اللي إحنا بنقول عليها دي عشان جهازك المناعي كفاءته تعلى ونبتدي نحارب في الجرسومة أنا متستنيها اتصالاتكم طبعا ومقترحتكم طيب إحنا عندنا من الحلقة اللي فاتت في حد بعثلي بيقول لي ده سؤال طبع فقرة صحتنا في معلومة التعامل أسليم مع قرحة المعدة وارتجاع المريء بدون علاج الشخصية اللي بعثت دي بتقول إن هي قاعدة سنوات تتعالج من ارتجاع المريء ومن قرحة المعدة مع الدكاترة وما فيش أي نتائج إحنا كل اللي بنقوله بنتكلم مثلا بطريقة أعشاب بطريقة الطب البديل حاجة ضريفة جدا بدون أي أدوية ما بنصفش أدوية لحد وما بنقولش أدوية خلاص كده فده إن شاء الله أوعد حضرتك بإذن الله أستاذة هدى إن شاء الله الحلقة القادمة في فقرة صحتنا في معلومة هعمل التعامل السليم أو هنعمل فقرة عن التعامل السليم مع قرحة المعدة وارتجاع المريء بطرق طبيعية إن شاء الله دلوقتي هننتقل للفقرة الثانية عندي في البرنامج صباح الحياة اسأل مع دكتور نورة هنتكلم النهاردة عنه وإحنا متفقين من المرة اللي فاتت إنه التعامل السليم مع الزوج صليت اللسان من هو الزوج صليت اللسان إحنا نتكلم من هو وإيه الأسباب أولاً الشخص صليت اللسان كل كلمة بيقولها بيجرحك بيها قزائف الهون جاي على طول على كرمتك وعلى شكلك وعلى طريق تفكيرك هب ما بيتبكش يعني بقى إيه دايماً بيشن الحرب ودايماً يعلي عليك ده شخص لسانه بيغلط في كل ثانية بيتكلم فيها شخص صليت اللسان إيه الأسباب الأسباب ترجع للزوج وأسباب ترجع للزوجة طيب إيه الأسباب اللي ترجع للزوجة هو أصلاً أنا بعتذر معلش ممكن يكون ضعيف الشخصية وعايز مراته أحسن منه في حاجة في تعليم في شهادة في بوزيشن في أي حاجة فقا يعني القوامة بقى وكده أولاً شايف طبعاً القوامة غلط فطبعاً بيبتدي يستعمل الإسلوك ده عشان يسيطر عليها عندنا إيه تاني البيئة اللي نمى فيها ممكن بابا كان بيعمل مامته كده فمامته كتصبر على إهانة والده فعايز واحدة تعمل نفس الشيء بالأبديت يعني لو متجوزها مثلاً في الألفنات فعايزها إيه تبقى أبديت مع القديم يعني مامته مثلاً متجوزها بقالها سنوات وسنوات هو مثلاً عايز الجديدة دي أو يعني الزوجة سوري الزوجة تبقى نفس تحزو حزو الأم وتبقى صبورة زيها يعني بياخد طريقة معاملة الزوجة من الوالد يعني البيئة اللي هو نشأ منها في عندنا تاني أسباب غير ضعف الشخصية وغير كده في حد احنا قلنا إنه بيفهم إن ده القوام على الزوجة طيب احنا عندنا إيه كمان حب التملك والتسلط والسيطرة من ضمن في بعض الشخصيات كده بيقولك أنا هعمل كده مع الزوجة وده اللي ينفع مع الستات وسبنانا أنا هطلع أنا الطلعة دي أنا اللي بفهم في الستات وأنا اللي بفهم طريقة تعاملهم هم ما يتعاملوش غير كده ده شخص ده مش كده خلاص أصلا يعني أنا مش أقول حاجة ولكن الشخص ده بيحاول الزوجة من ست مثلاً كات مقبلة على الحياة وفرفوشة وكلام ده كله بيعمل لها حاجتين اتنين بيهنها قدام نفسها يعني تكرمها قصاد نفسها بيقل بسبب إنه أهنها تاني حاجة حد الحرية يعني في حدين ربنا خلاهم لقي حد أنت تيجي على أي حاجة في الإنسان إلا الحدين دول حد الحرية وحد القرامة أو تكريم الإنسان قصاد نفسه قدام الآخر لو إحنا اتعاملنا مع الناس بكل حاجة تانية إلا الحدين دول الناس هتستمر في حياتها وهيفرحوا ويعيشوا سنين وسنين مبسوطين لأن دول الحدين ده حدود ربنا وضعها مع الإنسان وبعضه مع الطرف الآخر ومع حضرتك أو مع حضرتك أنت بتحترم الإنسان تحترم حريته وتحترم تكريمه قصاد نفسه ما تهينوش قدام نفسه ولا قدامك خلاص فطبعا بيحولها إيه يتصل مثلا بحماءة له أيها تعالى أخد بنتك بنتك نكادية فيقول له إيه حماءة لا يا ابني ده سوء استخدام منك يا بنتناك أتفرفوشة قبل ما تروح لك والكلام ده كله أنت بس إحنا طبعا البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ويتلاقي إيه الموضوع إحنا بنقوله بشكل كوميدي ولكن هو ده الواقع المرير الست بتتحول لإيه أنه خلاص أهانها بتبتدي تاخد بقى إيه حتة القرمة تاعلة وأشياء من هذا القبيل طيب دي حاجات خاصة بالزوج الزوجة ليه أسباب طبعا فيه أسباب عندنا الزوجة اللي ما بتطعش زوجها مش بنقول طاعة اللي هي عمياء لا فيه حاجات أساسيات هي ما بتعملهاش ما بتطعش فيها الست المهملة فيه عندنا كمان الست صعبة المرس يعني مهما تجيبها يمين هي شمال مش العنيدة العنيدة لما بتقتنع بحاجة بتمشي على الحاجة صعبة المرس فيه ست غير قبلة للتعديل ست كتالوجها هي كده هتأخذها زي ما هي كده أو هتقول والله لا أنا مش عايزة يعني فيه ست صعبة المرس فعلا يعني أو ستات أو نمازج من الشخصيات الصعبة التي يصعب بالتعامل معيها فبيبتدي يعمل كده أو ست بتعامل المعاملة السيئة للزوج دلوقتي يا بنات أنا هكلم البنات في أول حتة دي الناس اللي لسه بتتعرف على حد أو بتتخطب معانا مداخلة فضلي أه 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 تمام عاود الاتصال بينا إحنا تاني حاجة بقى أو إحنا هنتكلم على الميكانيزمات اللي هي بتاعت نبدأ بالبنات بقى طبعا في فترة الخطوبة لازم البنت تعمل حد للتعامل فترة الخطوبة يا جماعة مش فترة شهر العسل يعني إيه الكلام ده ست أو البنت أول ما بتتخطب يا سلام وهاني شاكر بقى وعبد الحليم حافظ وحمائي طبعا أساد زعمالك ما حدش قال حاجة بس هذه الفترة بالذات للتقييم لو الشخص أو العقل اقتنع بالشخص اللي قدامه أوتوماتيك القلب يعني هيشتغل أوتوماتيك فانو ما نبدأش بالقلب ونسيب يعني إيه يا جماعة في إيه ها؟ البنات كده تاخد بلعة معي أول حاجة بنشوف البيئة اللي طلع فيها معاملة أهله ليه إيه؟ ومعاملته لأهلهم لو لقينا فيه تسلط فيه خناقة فيه بيشد فيه حاجات كده نبتدي نقلق الألارم يشتغل مالطول تعرف أن أنت إيه؟ أو تعرف أن أنت فيه الله أعلم ما يحصل إيه بعد كده أنت خارجة معاه ومسك في واحد ضرب والعلقة تمام هتتحطي مكان الرجل ده في يوم يبقى إذا ناخد بالنا في بعض العلامات كده ما نغمطش نركز كده البنات يبقى فترة للخطوبة قبل ما يحصل الكلام بعد الزواج اللي أنا أحكي عليه دلوقتي أو الاستراتيجيات اللي هنحل بها المشكلة ولكن هذه الاستراتيجيات مش عايزين نستخدمها للبنات اللي لسه يعني لسه مثلا حد بيتقدم لها أو يتخطى بتقريدي عايزين نركز كده يا بنات نحط عقلنا في راسنا مش واحد جاي يلا بقى وكده وعروس أو عريس وعروسة أو الكلام ده وده لأخيرنا في القصة لا ده أنت هتعيش حياة تانية هتعيشها سعيد يا ما تعيشاش من الأول طيب يبقى احنا لو في مرحلة الخطوبة خلاصت خطبنا ما فيش مشاكل جي أهانك في هذه الفترة لازم نضع حد الحد ده حيطلعك باتنين سيناريو أول سيناريو يا هتكملي معاه بشروتك مع الحدود اللي حطتيها يا إما هتنفاصلي عنه يا درما دخلك شر الحياة بقى والعيال وما نقدرش نسيب بعض عشان العيال ونبتدي إيه ندخل في قصة تجيب أمراض نفسية للعيال اللي أنت خايفة عليهم وعلى حضراتكم كزوج وزوجة خلاص كده نبدأ بقى نقول يبقى الحدود الأولية طب الزوجة خلاص الحمد لله اتيتب كتابها وتجوزت اللهم لك الحمد ما فيش أي مشاكل وبعدين الزوجي ابتدى يغلط بيهنها قدام أهله وأهلها بيهنها قدام العيال ها؟ فيه لأن ما يبتدي طب الراجل ده عيلي أعمال يعلي في الكلام ده كله ويشتم ويغلط والحاجات دي كلها والست سكتة وصبرة كلما الست تسقط أنا مش بقاوم الناس على بعض يا جماعة أقسم بالله أنا بحكي عن بيئة صالحة لنمو الأطفال فيها نمو الأطفال النفسي قبل الجسد دي قبل ما يأكل وإشرب الطفل كده لو نفسيا مرتاح ما عندوش مشكلة في الأكل والشرب يبقى شخص سوي طلع المجتمع كده ما تقلقش عليه ولا تخاف منه ولا تخاف عليه كمان إنما فيه مشكلة ها الست اللي بتسكت طيب هنقول تسكت مرة واثنين ها؟ عمالها تسكت والسنين والسنة تجرد تانية والنكاد يزيد ويغلط كمان ها؟ ويغلط طيب الراجل ده مالوش واقفة خلاص ويبقى ده الوضع العادي وبنسباله عقله بقى بينقل ايه؟ يقول لك ايه؟ اه بقى ده دي الطريقة اللي بتليق بيها دي الطريقة اللي تنفعها دي الطريقة اللي ايه؟ هي حبها وتعودت عليها هو ما يعرفش إن فيه مشكلة كبيرة جدا هتحصل له بعدين تمام؟ إن هي هتنفجر فيه والحاجات دي كلها قبل الانفجرات وقبل الكلام ده هنوضح بقى بسرعة أولاً هي تعامله بالحسنة الأول تكبر منه وتفخر به وصد الناس وقدام قريبه وقدام قريبه وتتكلم عنه كويس ويمكن يعني يمكن احنا بنقول يمكن ايه؟ الدنيا تهدى شوية خلاص كده؟ طيب احنا عندنا كمان ايه؟ تكون صديقته وتكون طفلته المفضلة تكون يعني في وجوده كده ايه؟ يعني حد مكمل ليه فعلاً تبقى مرة طفلة تبقى مرة أم على حسب ايه؟ الموقف اللي معه خلاص كده؟ يمكن يتغير يمكن الراجل اللي بيحب مراته يا جماعة أو بيحب اللي معاه لا يمكن يغلط فيها أقتن بالله واللي يغلط فيها أصلانا في العصبية لا ليه علاجات ليه حاجات يعني ياتوب من التعامل معها مش اللي هو أنا ما بشوفش قدامي لما بتعصب مفيش كده لأنه برضو مش هيشوفك قدامه لما يتعصب الكلام ده كله فيه فلاتات لسان كده ناخد بالنا منها يا بنات طيب احنا عندنا ايه؟ هتزبطي بقى قدام الناس كلها باسلوبك وبأدائك وكل حاجة والدنيا كويسة وانت حبيبي وانت كل الكلام ده طيب احنا عندنا ايه؟ لو سكدت عن حق أو حاجة تلزمك هيتمدى عليك خلاص اخر حاجة بقى هنتكلم فيها هنشوف أشخاص زوي ثقة ويكون حد من أهله عشان تعرفي كتالوجه في المعاملة لو لسه متعرفيش الشخصية طيب احنا عندنا اخر حل بقى للأسف الشديد وانا ما بحبش حطة الطلاق الناس اللي متابعاني من حلقات السابقة من كذا من ساعة ما بقيت في يعني بقدم برامج وقابليها كمان انا ما بحبش الطلاق ما بحبش حاجة اسمها الناس تنفصل عن بعض ولكن لو ده اخر حل خلاص خلاص ما فيش مشاكل هو والبخيل فيه كذا شخصية كده لو لقتيها ما ينفعش تكملي معها طيب اخر حاجة قبل ما نختم حالا يعني اخر حاجة في ناس عايزين اه اخر حاجة بس سؤال كيف يفكر الرجل عايزين سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة ازاي بيفكر ده وازاي بتفكر دي طيب ان شاء الله هعمل عن الحلقة الجاية عن السيكولوجية اشرفتوني وانستوني في البرنامج وانا بتشرف بيكم جدا كل مرة وفعلا اسعدتوني ومستنية مقترحتكم اللي بعمل منها الفقرات اراكم الاسبوع القادم يوم السبت الساعة 12 ونص زهرا في نفس المعود الى اللقاء السلام عليكم